بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشوفوا في هذا الفيديو حقل الحث المغناطيسي الناتج عن وشعة سولينويد سولينويد الوشعة اشتاعي يعني الوشعة بيتصنع وشعة عندك كما هكا جدا يعني السلك من النحاس فهم وتعوجه كما هكا على حاجة ناقل هكا أصلواني ولا تعوجه كما هكتعوجه تعوجه وتدور فهم وتدير حلقات هي مجموعة يعني من الحلقات متصلة في مبينته هذه الوشعة فهم هكا هذا مك صافيك أنا ندي مثلا لهنية حلقة واحدة يعني أبسط وشعة قدرجوه فيها حلقة واحدة فهم اللهنية في هذا الوشعة اللهنية عندها آن من الحلقة فهم عندها آن كبيرة من الحلقة وها صاحا احنا مقبل شنة شنة الحقل المغناطيسي الناتج عن حلقة عن حلقة كما هكا صنة وشنة الشكل تاعه مثلا نكون نجي نرسم اللهنية كما هكا صنة بلي الشكل تاعه يجي دير كما هكا مفهم هكا ويجي خارج كما هكا مفهم واللهنية يجي تقريبا يعني مستاقين كما هكا على المهور أحسبناه كامل وشنة شعري يساوي هو كنشوفه اللهنية كي كونه تزيد حلقة اللهنية بزيد المغناطيسي يدير كما هاكا ويرجع يدير هاكا ويرجع بس كوراك الزيت اللهنة واحدة كون تزيد واحدة كذلك صافيك اللهنة الداخل يتكثر الحلقات الحقل المغناطيسي واللي كما هاكا ممتظم داخل مجموعة من الحلقات خاصة اذا يعني يدرت واحدة حد واحدة حد واحدة صافيك اللهنة لان في هذا التمرين عندي اللهنة في هذا الواشعة راح ندير يعني نمر فيها تيار كهربائي بانسور يعني يظهر لي حقل مغناطيسي اللي هو حقل مستحث ولا محرث مفام صافيك اللهنة كيفية تجبد الاتجاه تياره قادر تخدم كما هاكا يعني هالاتجاه تيار صافيك يجي كما هاكا ويرجع صباح تيك صافيك يجي صباح تيك يجي خارج رايح هاكا مفام يعني اللهنة واللهنة الداخل يكون منتظم كما هاكا مفام ومن بعد يعود يدور هاكا من نابرة يدور هاكا مفاوم ويعود يرجع لانه الخطوط تعود تكون مغلقة كما قلنا هاكا صحا نظرك نطبق نظرية امبير بها نحسب اللهنة يوم بعد نطبق نظرية بي وصافر بها تشوف يعني العلاقة بي وصافر بها تشوف يعني الفرق ما بينتهم والأهمية عن نظرية امبير وشاعدت ساعدك في الهسابات صحا واللنكين طريقة ودخرة على اليد اليمنى قادر تدير هذي الاصابع هما الاتجاه تيار وهذا هو الاتجاه ويدور هاكا هاذا في الواشعي مع صافيك الهنة يندير اصبحتيا في الاتجاه تشوف تياري تشوف في الاتجاه التشوف والاتجاه التشوف هذا هو البي هذا هو البي فهذا سنتحسب نحسبها بالطريقة امبير طريقة امبير يعني بنظرية امبير تكامل في حلقة مغلقة حلقة امبير بدل يساوي ميزيرو فالتيار داخل الحلقة صحا اللهنية داخل هذه الحلقة امبير صحا ضرورك ندي حلقة امبير أنا في ذا الاخر ندي حلقة امبير اللي تساعدني أنا خصني البي داخل الواشعة خصني اللهنة الداخل البي صحيح ندي الحلقة اللهنية نديها كمعك على الشكل نديها اللهنية مثلا نديها كمعك نديها على شكل عكا مستطل فهو يعني في واحد الطول اللي هنا نعتبر هذا الطول كمعك كلي ال كبيرة كمعك مثلا اللهنة هذا الطول صغير هو ال كمعك صغيرة صحا كي نحاجم احنا نعرفه بالليان هو عدد الحلقات ولكن نحتاجه مصطلح جديد اللي هو عدد الحلقات في وحدة طول يعني شعال اللي عندك من حلقة في وحدة طول نفهم صحيح هذا ان هو عدد الحلقات يعني اللي هو عدد يعني كل رقم ولكن كنا نقولك مثلا في ذاك السنتيم شعال عندي من حلقة صحيح كيف تعبر عليها تعبر عليها بان صغيرة نفهم اللي هي عدد الحلقات يعني على وحدة الطول اللي هي مثلا كنت شوف هذه الكل هو يعني اللهنية الي هو هذه تسوي AN على L صافيك العدد تالي الحلقات على L صافيك العدد الكلي صافيك تقول لي صحا فقط مصطلحة جديدة نحتاجه ضربك صافيك هنية كل الهنية نحتاج شعال عندي حلقات الهنية في هذا في هذا الشوية في هذا الطول L شعال راح نصيب هو AN على L في L مفهو لأن هذا الال مثلا هو هو واحد على ربعة مخاصر قبل يصل إلى هذا الأل هو 1 على ربعة من مطول هذا L صافيك شا تقول لي عندي واحد مثلا هذا اللهنية خمسين يعني خمسين فيية مترة صافيك خمسين يعني على فمترة على 1 على ربعة صافيك تعطي لك 1 على ربعة من هذا كل But صافيك فقط كاعدة يعني اللهنية الهنية AT تسوي AT على L صافيك نقدر على نقول اللي AN تسوي AT في L مهو هذا ال9 على حسب شعرني إدداءick اللهنية صافيك اللي هنا ندي الحلقة تاعة لهذا الشكل علاه لأنه هذا الشكل يساعدني هذا المستطيع علاه لأنه اللي هنا راه معاه لأنه هنا مذابية اللي هنا الزاوية هذه تكون إما 90 درجة ولا تكون 180 درجة ولا تكون 0 درجة هذا تساعدني في الجداء السلامي صافيك أنا يعني ادي هذه الحلقة مثلا هذه نسميها مثلا نسميها C هذه النقطة C وهذه النقطة D يعني هذه الحلقة C D هذه E وهذه مثلا F هكا C D E F مثلا صافيك اللي هنا هذا اللي هو عبر الحلقة كل هذا التكامل المغلق قادرينك كتبه كما هكا تكامل تعبي ديال كوسينيس زاوية تيتا فهو هكا B D D L هكا ولكن مصي حتى للد فهو زايد تكامل من ذيك الد حتى للأ عكا وبينسور نمشي في هذا الاتجاه يعني معلبي ديركت صافيك تعبي D L كوسينيس تيتا زايد تكامل ضربك من الأول الاف هكا تعبي ديال كوسينيس الزاوية المحصورة مبينتهم في هذا الاخر من بعد ما بين الاف والس زايد تكامل من اف حتى للس كتشوف هذه النقطة لازم ترجع لهذه وينقلح تتعاوي ترجع هكا تكون حلقة مغلقة تعبي ديال كوسينيس الزاوية المحصورة مبينتهم تيتا صحا ضربك اللي هنا تيتا مسي للدي هاهي يعني هذي رهم في نفس الاتجاه البي مع ديال صافيك الزاوية المحصورة مبينتهم شعال زيرو صحيك اللي هنا يا كوس زيرو درجة هكا وكوس الزيرو هذي هي واحد صحا وينبعد مننا اللي هنا يا دي اللي هنا البي كيف راه رايح هكا وهذا راه عمود عليه هكتشوف صحيك تتعين درجة يعني هذي كوس تتعين شعال زيرو صحا ضربك مل اول الاف هذا مل اول الاف الديال راه اللي يعني الاتجاه تاعو هاك يعني الاتجاه تاعو كيما هاكا والب راه الاتجاه تاعو كيما هاك صافيك كيف راه هم راه هم الزاوية المحصورة بيناتهم شعال هي هي شعال مئة وثمانين درجة صحيك اللي هي بي وكوس البي هي ناقص واحد صحا ومن الاف للسي كذلك راه عمودية ليه يعني راه هم متعامدين صافيك هذي زيرو صحا كان حاجة اللي هي هادي اللي هي الحلقة نديها بحيث اللي هي بي يكون زيرو صافيك اللي هي هادي اللي هي التيار الكهربائي راه جاي عندنا راي يشوف لينا كيما هكا والتيارة راح جاي هكا ليك او يشوف ليك ندل مثل ونقطع وهذا راح يدلك تيار ليشوف للغاد هكا صافيك داخل في الورقة هاذو راح ينشكلونا حق الكهرى مغناطيسي اللي هنا ايا الاتجاه تاعه مختلف يعني واحد رايغاد وواحد جيم صافيك المحاصلة تحرم تساوي الزرر يعني هذي راح تكون تساوي الزرر ولا ندوها بعيدة بزرر صافيك الحقل عندها يكون يساوي الزرر يعني ندي الحلقة بحيث تساعدني في الحساب صاحا ضررر وك اللي هنا يبقى له BDL يعني في هذا الطول اللي هو BDL صافيك يتكامل الطول كامل ما شان يعطيولك ب PPL هكا صاحا ضرر وكش تساوي مي زيرو في الثيار داخل حلقة أمبر ولكن الثيارة الداخل مهوش هو كامل هاذا مفهوم هو الثيار فقط اللي يرى في الحلقة أمبر يعني اللي هو الله صافيك يعني اللهنة هاذا التيار هو فقط اللي جيمن يعني هو فقط هاذا صافيك هذا اللي مننا هذا اللي رايح هذا اللي نمثلوها بالإكس اللي رايحة تحت يعني اللي في الجزء السفلي هذا ما ينحسب ماهوش داخل فقط الفوقاني صافيك هذا كالتيار الفوقاني اللي هنا شي سعب والتيار هذا اللي الفوق هو آن في الآي في التيار اللي يعني في كل حلقة مفهم وهذه آن اشتهي هي عدد احنا من مقبل كنا نديره كونجا العدد كل هو عدد هي عدد الحلقات في وحدة طول مفهم صافيك هي اشعال عندي من حلقة في هذا الطول من هذا الطيار قال مثلا عندي عندي مثلا ثلاثة منه وربعة منه وكشاية صافيك هذي هذي هي صحا اللي هنا نعرف باللي اللي هنا آن آن هي عدد الحلقات صافيك هي آن في آلة عفوا أنا ني نسي آل لأنه هي ميزيرو في آل وقلناك تكون عندك بزاف الواشا صافيك تضرو في آن هذه كبيرة يعني العدد صافيك هي آن في آل في هذا الطول صافيك بينسر هذا الآل مع هذه الآل رح تختازل مهما تكون آل صغير وعلى كبيرة صافيك تبقى لي بي شاتو ساوي تساوي ميزيرو في الآن في الآي هذي العبارة مهمة لازم تحسي عليها ونحتاجها من القدر صافيك هذه بي علاقة آمبير شاية شعل فيها هذا مكان صاح نشوف ضروك بالطبع علاقة بي واس عظر اللي تعييه صاح اضروك هنا اللي هنا كيفها عندي البي اللي هنا حسب قاعدة اليد اليمنى البي مننا رح يشوف ليك ونبعد يدور يدور ونبعد كيفه يوليها بطة تحت يعني يولي رأيه هاك صافيك عنده في جزء مننا نادي واحد الجزء كيما هاكا في جزء كيما هاكا نادي ذاك جزء اين اللي هنا هاكا هاكا اللي هنا كيفها رح على الشكل هاكا يعني هذه هي كيفا المثلوك يجي لك تشوف نقطة صافيك هاكا يعني نقطة حد نقطة وراهم حد بعضهم بعضة فقط أنني أني ديلهم كيما هاكا صافيك حد بعضهم بعض كيما هاكا ويجاي يشوف ليك حسب قاعدة اليد اليمنى هاكا صح هولي هنا يا كيفه يكون يعني راح يدور كيما هاكا ونبعد يهبط التحت صافيك اللي هنا يولي يشوف يشوف يعني يولي مختارق الورق هذا اشتاهو هذا التيارة هذا التيارة الكهربائي يعني اللي هنا في هذا الواشعة صارك فقط بها نشوفه طريقة بي وصافر وتشوف يعني الفرق ما بينها وبتاع عمبير في هذا الحالة وأصلا هذي قادر رضيح لك في المانيتيزم يعني إكزارسيس في الإكزام وكامل هنا يعفوه صح ظروك أنا خاصني نحسب اللي هنا في هذا المحور من فور هذا المحور كيما هكا صح ندي في نقطة أم خاصني اللي هنا في نقطة أم نبدأ بها صح نعرف بدلي اللي هنا هكذا النقطة اني رح نمشي من هذا النقطة حتى لهذا النقطة ويبقى هذا الطول الآل بينسر صح هذا الزاوية اللي هنا هي مثلا نديها تطاة وهذه الزاوية هذه نديها تطاة سوف ينسر باكين كامل رح نكامل من تطاة حتى تطاة صح هندي أنا أي زاوية ضروك مننا حكا ندي هذه تطاة هاذي ندي منها طول ديال جزء صغير عنصري ديال مفهوم اللي خاصني نحسب بالبي الناتجة عليه ومبعد نبتها كامل نجمع كلش نفهوم صافيك ضربك يعني يعني شدت الاخر ضربك نحسب صحا يعني لهنا شي عندي اي عندي كيما هكا اي عندي لهنا يا هاي منك فاتشوف البي شوفوا جاي يشوف ليك هكا جاي يشوف ليك ومبعد يدور يدور ومبعد يقول لي الداخل هذي على درس عكا صح حنايا اللي هنا عندي حلقة وحلقة 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 عندي بزاف حلقات صافي حنايا مقبل شنا الحقل المغناطيسي الناتج عن حلقة صافي ينسور منا راحش نعود لبسال نفهوم ها هي كيما درنا هلا ما شاء قلنا قلنا هو مي زيرو في اي في ار مربع على ثنين اللي هنا اكس هي هذاك الطول الان انا نديها ال في دل حالة على هالي الثلاث عالث صافي يكسنا البي مقبل هو مي زيرو في الاي في الار مربع على ثنين اللي هنا يا ال مربع زايد ار مربع وثلاثة على ثنين هاكا نتأكد فقط واحد نية صحه هذا النتيج عن حلقة واحده هذا عن حلقة واحده ولكنلا انا نخصنيش حلقة واحدة قلنا لابقا صافي اللهنايا هذا ندي هذا المحوار يحق والبي بين سيره في هذا الاتجاه نفهوم خاصني نحسب باللهنايا البي صحه هذة حلقة واحدة قلنا الهنايا هذا هذي هي المسافة هر نفهوم واللي هي هادي كومبلي هذي من ناثان هر يعني كامل كيف كيف صافيك هي النصف قطر كل حلقة صافيك أنا كن نشوف الدي بي يعني الجزء عنصري في هذا اللي ينتج على الدي آل يعني الدي بي شي يساوي يساوي هذه مي زيرو في الإي في الار مواربع على ثنين المواربع زيد آر مواربع وثلاثة على ثنين مفهو فه مضروب مضروب في في الدي آل هكذا يعني في جزء هذا يعني الحقل المغناطيسي الناتج عن جزء فقط مفهو دي آل ولكن هذه حلقة وحدة ولكن اللي هنية عندي مثلا ثلاث حلقات ولا في هذا الدي آل على حسن ما نيدي مفهو صافيك اللي هنية ما ننساش هذا الدي آل مفهو صحا ضربك نشوف الحساب الدي بي الدي بي اللي هنية كيف نبدأ خصني الدي آل نجي بدو شان نعرف نعرف اللي يعني يكون ندي طول اللي هنية آل هاذ اللي هنية هاذ الزاوية تيطا نعرف اللي طنجان تيطا شا تسعي تسعي المقابل الار على المجاور المجاور ندي هذا الطول على صافيك الال يعني بنخرج الدي آله آل شي يساوي يساوي اللي هنية آل على طنجان تيطا صافيك نشتاق الدي آل بالنسبة يعني ندي هديك الدي آل من الأول من دقيقة أخرى يعني أطبع مختلفة لول في الثاني هي ناقص A وهنا breath سنس سنس ثلاثة على ثنين ثم دي R تساوي ناقص سعيد ناقص هذه الر نديها منها تولي R ثلاثة على R مربع زيت R مربع ثلاثة على ثنين ثم فهد في D تيتا يعني ذاك رأي عندي بدلة للتيتا ولكن على سينيس مربع سينيس مربع تيتا ثم هاكا ما هذه تساوي مي زيرو على ثنين في الإي مفهوم؟ صحا اللهنية هذه عندي اللهنية A AN شا تساوي تساوي AN كبيرة على L مفهوم؟ قدر ندير اللهنية AN على في عوض ما نكتب هذي على L مفهوم؟ صحيح هذيك الال نجيبها اللهنية صحيح تولي اللهنية هكا مفهوم؟ صحا اللهنية ذاك شا تولي لي تولي لي ناقص R ثلاثة على L مربع زيت R مربع تشوف طريقة بيو وصفر كتاة مش كيمة طريقة طريقة الاخر طريقة الاخرة مليحة أي عندي تيطا ولا هنا سينيس مربح تيطا اوه أنا يتكاملت وحد على سينيس مربح تيطا صحيح صحيح نعرف نعرف باللي سينيس تيطا شا تساوي لأنه هذي راية تشبه يعني هي وكأن المقابل على هذا الوطر يعني نصيبها هذا يشبه للوطر اللي هو هذا يعني يحسبها ناضيه صحيح نحن نضيه سينيس ستساوي المقابل على الوطر الوطر اللي هو أل مربع زيد أل مربع أس واحد على ثنين يعني إلا الجدر بأنسوا حسبان أضاريه هكا ولكن اللهنية أنا عندي رهي أر أس ثلاثة صحيح ندير لهنة أس ثلاثة لهنة أس ثلاثة لهنة أس ثلاثة لنتولي أس ثلاثة صحيح هذه هذه العبارة هذه العبارة قادر نعوضها بالسينيس أس ثلاثة مع هذه السينيس مربع تبقى لي فقط سينيس يعني ثلاثة صحيح نشوف اللهنة هي مي زيرو في الإي في الآن على ثنين آل ف اللهنة يوم صحيح تولي لي ناقص سينيس ثلاثة هكا دي ثلاثة كتشوف وهذا التكامل سهل بينسوا رحا نكامل من ثلاثة واحد منه حتى اللهنة يبقى ندي هذا كومبلي من ثلاثة واحد حتى اللي ثلاثة اثنين وبيهن سر تساوي مي زيرو على ثنين El في ان في الإي صح التكامل ثلاثة السينيس كنت وارحا لدائرة المثلاثية الت كامل ثلاثة سينيس هو�나قص غاص اكوس معга هدي يعني ناقص غاصة غاصة صح هل تحضر بك هذي الوشعة تكون طويلة كيفية هذة الزاوية ثلاثة كيف هذة إسرع هذة إسرع هو ناقص كس معدي ناقص فلي زيت سافيك ونعوض يعني تولي كوس تطا دو ناقص كوس تطا ا صحة صحى أضربك هذه الوشعة تكون طويلة كيفية هذا الزاوية هذا الزاوية تطا دو كيف تولي إصره لتولي تجي كما لما راح أتقول راح أتقول للزيرو في التالي يعني تولي قدمها تتولي تقول الزيرو كوس تطا كوس الزيرو شعار هو واحد يعني يلي تولي واحد أو هي تيطاقة تيطاقة هذه نضيف المنتصف شديد هذه التزيد تكمل من تيطاقة تجي كما ها كما ها كما ها كما وكما تقول في التالي تقول لهذه الزاوية هاك صديد الضوية كاكمبيل يعني كيفا هي تكون كما هاكا وبعد الضوية هاكا كامبيل كونه اللي هنا وثولي روية صديد لما تقول لال P نفهم اي و 80 درجة وكوسل P هذه هي ناقص واحد مع الناقص هذه ومزيد واحد نفهم صديد الواحد واحد مع هذا الاثنين تختازل شا تبقى لي مي زيرو في آن في إي على آل وآن على آل هي آن صغيرة صافيك أنا فقط تبغيت نكتبع هي آن صغيرة صافيك بنفس الطريقة شنصيبوها كذلك مي زيرو في آن صغيرة في الآي مفهوم مهمة جدا هذي هذا الفيديو مهم جدا تكون فاهموا بس كوادوا يطيحوا في الإكزامة بزاف وكفاء واصلا هذه العبارة نحتاجوها من القدام نحتاجوها كثيرا مفهوم والحمد لله رب العالم